السلام عليكم ورحمة الله. مرحمة بكم في قناتي. ينتمنى تكونوا بخير على خير وبصحة جيدة. الوصفة ديال اليوم غدا تعجب البنات بزف لانه. ها وصفة ديال الشعر غايد يتهنينا من تساقط ديال الشعر ومن الاماكين كتكون عدنا فارغة. من الحك من ذاك القشرة الي كتكون في الشعر وكتقوى الشعر كتعطيه واحد الكتافة زوينة بزف وفن نفس الوقت ساهل وزوينة. لان انا ما كنترش باش نغسلوها غادي غادي ترشيها على شعرك وتخليها وتخلي حتى فوقتاش بغيتي تغسلي والجميل في هاد الوصفة هي انها مكونة من مجموعة دي الاعشاب وكنضيف لها في الاخير هاد المكون العجيب زوين بزاف اللي كيرجع لنا الشعر ديالنا رغم انه يكون كاتيف وفق على الوصفات اللي كي خليه الشعر يكون كاتيف كينشفوه احنا فاش غنديرو في هاد المكون غادي يكون الشعر كاتيف وغادي طوال وفنفس الوقت هادي يكون واحد الملمس عنده حريري بزاف زاف من بعد ما غتعرفوا اشنو هاد المكون غتعرفوا بان هاد رتيب اراها صحيحة انا غادي نخوض هنا اخديتنا هاد القنينة او هاد القرعة وانتو ما خدوا اي قنينة تكون كتسد باش هادو كمكوينة تلقوا في بعضياتهم غادي نخوض اول مكوين اللي هو البابونج البابونج راه زوين بزاف جيبوه غسلوه ديرو هاكدا منوات شاي بحل شكل ديت الشاي وشربوه راه زوين وغزال لا بالنسبة للشعر لا بالنسبة للشعر لا بالنسبة للدات وهنا عندي الرايحان غدين نخوض منو تهيب واحد الكمية انتو ما غدتخوضوا غير واحد لحفينة بحال هاكدا بلا مقياس ازتو شويان قصو شوية ماشي مشكل مهم راه عينك ميزانك هنا الرايحان راه غزال كاحدنا القشرة كي يملس لنا الشعر مزيان وكي يعطي واحد الملمع زوين اللي بحلو بحل البابونج هنا عندي اليازير واليازير راه غنيعا تعريف بالنسبة للقشرة وبالنسبة للملء الفراغات بالنسبة لديك الحكة وهنا الخزامة الخزامة ما عارفين هكا تحيدنا الحكة من اي منطقة قدرناها في الجسم سواء قدرناها الشعر سواء توضينا بها يلا شربناها كاتها بطلينة سخانة راه غزالة بزاف حتى اللي ما كتبغش تهبط لهم اللي وريدة تسوع ما كاتها بطلينة سخانة انفوات غادي تدري واحد شوية واحد نصف ميل عاقة صغيرة ودريها في الكاس وتخوى علال ما طيب وتخليها حتى تستحلب وتصف فيها وتعطيها راه تهبط ليسخانة بإذن الله مهم حتى هنا الخزامة غنديل منها واحد الكمية هكذا كيف ما كاتشوفوا كانها صغيرة هكذا بيدي لانا مشي ضروري هنا يكونوا القياسات هما ومولا مشي ضروري نديل الأعشاب كاملين وهادي العشبة الزوينة اللي كتعجبني أنا بزاف واللي إلا درت الزيت ديالها كان بقندهن بيغير هو راه زوينة بزاف في شوج الأشياء اللي مهم من هما ديك الحكة اللي كتجينا للراس نبقى منحكو والقشرة ركتعطيها ضربة بطلة راه زوينة رائعة بزاف وبقي غندير معاكم شوامبوان ديال هاد العشبة اللي هي الشيبة الشيبة اللي كان شربوه أنا راك ما كان شريش هكذا يلشرسي عادي العشاب شريها دبا راه كاينة راه كاينة دبا كاينة دبا كاينة دبا كاينة بكاتباع في هد الوقت بارد كاينة الشيبة كاينة شريها وبلا ما تغسليها بلا ما والو غديت علقها في شي حبيلي يكون غير فضل غير في الكورون ده غا يكون غير في مجرى الريح مشي في الشمش راه زوينة بزاف وسبقا عندك هكذا يبغي تدرحت تفقسي تدرها و هذا هاد المكون الزراعة الحبق ولكن لديه الورضة بحل البابونج تكون صفرة من الفوق هذه الزراعة الخروع نعرف الدور الخروع في تنبيه الشعر تنبيه الشعر والشفار والشعر والمقدمات الرأس الزراعة الخروع الزراعة الخروع نقوم بحل الكيمياء قليلا لانها منافع كثيرة نقوم بها وصفات أخرى وهنا عندي زراعة البصل وصفات على المقابلات لا يوجد زراعة تنبيه وما معدكش بغضوك ما معدكش بغضوك الزعتر كانت لدي القشرة و لا تريد لديها و يجب أن تزيع تربوح و يجب أن ترشيبه و تريد فيه فروة يجب أن تريد إلى ترشيتهم مثلا إلى خطرات إلى يوم أن تفكي نهائيا من القشرة العشب الطبيعي منزلين بزاف غير احنا نعرفو كيفاش نديرو لهم وما نديرو مش بواحد الكيمية كثيرة وهنا عندي هاد العشبة اللي ما هي حنا ما هي رايحان ما هي والو هادي اللي هي اه اللي كنقولو لها الحريقة ولا نقولو لها القرائس ولا القراص هادي اراها الحريقة الملسا وعندها منافع كثيرة بالنسبة اللي عندهم اه كيف ما كنقولو اللي مراجي ديال اللي غاقل رغير تدري مو السحلة بوحد الملعقة صغيرة في كاس ديال اللي ما طيب وتخليه حتى يطلقوا وتصف فيها وتبرد وتشور بها حتى ثلاثة الخطرات في النهار ركتوقف ليك ذاك اللي مراجي يعني ذاك السيلان السيلان ديال اللي كيكون كتير العشبة الاخرى وتهو غني على التعريف تكثيف الشعر في اين بات الشعر وفي الرائحة الزكية يزوينة ديالو وكيخلينا الشعر اللي دومنا عليه تيوليه الشعر كتير حتى يقدر يمشقل عليك راهزوين بزاف الا انا كيف ما قلت لكم هاد العشوب اللي خصوصة اللي كيكونو كيكتروا الشعر كينشفو شي شوية احنا غادي هنا غادي نديرو ماشي زيت الكوك وانما غادي نضيفو الكوك علاش باش فهاد الوصفة او فهاد الخلطة ما نضيفش الزيوت غادي نضيف لأصل ديال زيت نضيفو الكوك علاش بكمية كثيرة كيف ما كتشوفو اللي هو الاصل ديال زيت الكوك وكتعرفو زيت الكوك بالنسبة للشعر راه كيعطاه واحد الملمس رائع كيرتبو كيرجعو ناعم وغادي تحيدنا ديك نشوفي اللي غادي اعطوه لنا بعد العشوب هنا بحال شكل ديال القرنفل بحال شكل ديال زيت عطر هادو كينشوفو الشعر ولكن كيحيدو الحكا من بعد غادي نضيف عليها المال يكون وصل درجة الغلايان انا هنا ضفت ولكن باقي غادي نزيد ضفت الما شوية وغاية باقي غادي نزيد شي شوية نخلي حتى يغلى للماء وغادي نضيفو هاد المكونات كلهم راه مزوينين بزيف انا غادي ندير القرعه بحال هكذا ماشي بزيف واحد نصف ساعة غادي نخلطها مزيان ونزيد لها شوية الماء ورجع معاكم نخليها نصف ساعة حتى ثلاث ساعة ورجع معاكم انا خليتها تقربا شي ساعة ونصف الامانة خليتها شي ساعة ونصف حتى قضيت شي اغراض ورجعت وهنا غادي نضيفو هاد المكونات هاد المكونات انا في الظهور كنت انت حابيتو عقاق هاد ارغان لي ما كيعرفش ارغان هادي هي الحبة دي الارغان هكذا كتكون فاش كنهرسوها كتعطينا هاد اللوزة دي الارغان بحال تشكل، هاد الوزة دي الارغان انا غنضير بها زي دي الارغان ديتجمي لان انا عندي ارغان غادي نهرسوه كامل وغادي نخد هاد اللوزة ولا ولا كرة ما غاديس ندير بها ارجان غا ندير بها الزيت ديال ارجان اما هادا فاجدرت ارجان بقالي هادا العجين ديال ارجان هادا هو الرائع هادا هو السر والسحر في هادا العشبة هادا العشبة المكونات كلهم زويني للشعر ما كي ينبت وكي ولي كتيف وقوي بزيف وكيف ما قلت لكم فيهم بعد داس بعد مكونات اللي كينش في الشعر بحل الزعتار اللي دا اناش غادي ندير غا ندير فيهم هادا العجين ديال اللوز وغادي نخليه بحال هكذا ارى انا خليتو انا ليلة كاملة ورجعت دبا غادي نخلطهم زيان هكذا خلطوا بهادا العدية المغرفة وغادي نصفيه خليتو ليلة كاملة خارج ماشي لفتلاجة لفواله غادي نصفي منو واحد شوية قلت لكم هاداك المعجون ديال ارغان راه رائع بزاف بزاف ديال الوصفات كينا وصفة ديت بريمة غادي نديرها معاكم ان شاء الله وصفة الوجه وصفة الحزاز والله كي ما كان قولو القوب اللي كي يكون في الوجه وفي الجسم وكينا وصفة اخرى ديال الشعر ارا غزال بالزافيلة لقيتو غاي شريو هادا دبا راكايم موجود الى شريتو ارغان قولو الموالين دو كلي عندهم ارغان قولي هاتب عليك هاداك العجينة ديال ارغان من بعد ما صفيت انا صفيت غير واحد الكمية قليلة لغادي نديرها في هاد البخاخ هي باش غادي نستعمل به هاد البخاخ لانني غادي نرش به الفروة ديال الرأس ماشي ضروري نرش به الشعر وانما الفروة ديال الشعر هاداك العجين ديال ارغان قلت لك راكايم رجع الشعر حرير ووزال فن اللي ما عندكش زيدي شوية ارغان ديال تجميل الى ما عندكش استغناء عليه من بعد غادي ندير في هاد البخاخ وغادي نبقى نشقق الشعر كما تنقولو احنا بالمغربية تنشقو هاد اللي ما غادي نشقق بيه الشعر غادي نفرق هكذا في الشعر في الراس ديالي ونرش الفروة دياله رأس الجلدة ديال الرأس رشها مزيان ونمشط شعره ونجمعه ونخليه عادي يعني ما غادي نغسلوه موال وغا نخليه حتى الوقت لانا نبغي نغسل فيه شعاري ونقدرنا نرش الفروة دياله الرأس ديالي حتى ثلاثة ديال المرات في النهار هاد الوصفارة هزوينا بزاف كتكتف لنا الشعر كتطولوه كتحيدنا ذيك الحكة والقشرة نتمنى انها تعجبكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة